ده الشأن المحلي خلينا بقى في المحترفين كل اللي حصل كوم واللي تقال عن محمد زيدان كوم تاني كل الصحف طبعا أثناء مباراة مصر والبرازيل وجود محمد زيدان لعب بروسيا ديروتموند الألماني في القاهرة وجوده مع منتخب مصر في المباراة الودية في قطر خلته تحت المجهر الأحمر قوي نشوف الكابتن كريم حسن شحاتة في قناة النهار جزم وحسم الصفقة الزعية المسؤولين في النادي الأهلي كانوا بيزعلوا جدا لما بيحصل أي مقابلة من مسؤول نادي داخل معسكر منتخب مصر في فترة برضو كان فيه كلام على حسني عبد الرب ومعسكر المنتخب وكان المسؤولين في النادي الإسماعيلي جمي كانوا مع حسني عادي عشان يستمر في النادي الإسماعيلي الدنيا تقلبت وقال لك ازاي المسؤولين في النادي الإسماعيلي يقتحموا معسكر المنتخب ومش عارف ايه كابتن محمود الخطيب أنا أحكي لكم بقى يعني العكس الكلام ومش سمع أي حاجة على الموضوع ده كابتن محمود الخطيب كان في قطر كابتن محمود الخطيب قعد مع محمد زيدان أثناء معسكر منتخب مصر في قطر ما سمعتش بقى حد قال أي حاجة ما سمعتش حد قطع وقال لك إزاي والنادي الأهل بيروح وبيقتحم المعسكر ما سمعتش الكلام ده سمعت بس كنت بأسمعه قبل كده لما كان بيحصل أي حاجة من أي لعيب أو من أي مسؤول يروح يتكلم أو حتى يبقى فيه اتصال تليفوني فيه ازدواجية يا جماعة مش ازدواجية لكابتن محمود ازدواجية للإعلام فبعض الناس اللي بتتكلم وكان قبل كده طبعا اتهامات من النادي الأهلي لكابتن حسن في المنتخب للصبح دلوقتي كابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي إزاي يروح منتخب مصر أو معسكر منتخب مصر في قطر ويقعد مع محمد زيدان ويفوضى شمعنا محدش يتكلم شمعنا محدش يتكلم مش عارف الحقيقة كريمة أنا معاك شمعنا محدش يتكلم وشمعنا محدش يتكلم وتكلم على مفاوضات يجاوبك أنا وقت معه لأنه ما حصلش لأنه ما حصلش فليه الناس هتتكلم على حاجة ما حصلش على حاجة ما حصلش بعدين إيه 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 ما أنا بقولك فيه تغير في إسلوب تداول الموضوع طيب الطبيعي إن المهندس عادل القيعي يدافع عن وجهة نظر النادي الأهلي ويحاول إخفاء الحقيقة ويقول ما حصلش حتى لو كن الأمر حصل جزء منه لكن إيه رأيكم في اللي يرد على الكابتن كريم حسن شحاتة الأستاذ محمود معروف أنا ما يرده الأستاذ محمود معروف حتى لو كان حصل وأنا مش عايز أقول حقول لتعليق حقول لتعليق لكن عمري ما حقول على حاجة حصلت أو ما حصلتش بعكس الحقيقة طيب عشان كريم قال ديس دواجية في الإعلام والنادي الأهلي قبل كده كان بيلوم كابتن حسن شحاتة لما بيحصل مقابلات في معسكر المنتخب وكريم كان واحد من المؤمنين إذن هذا اعتراف إن كان بيحصل يعني صحيح في تعاقدات كتيرة تمت في معسكرات المنتخب ما علينا لكن قال شمعنا وأكد وجزم بشكل قاطع إن كابتن الخطيب وهو في قطر بيحلل مباراة مصر والبرازيل اجتمع مع محمد زيدان واتفق معاه وخلص انتقال زيدان للأهلي الساذ محمود معروف في مدرنسبور رد على كريم حسن شحاتة في صراحة كبار الزوار في المطار جاء كابتن حسن شحاتة وكابتن أحمد سليمان وجاء محمد زيدان بقول له مبروك من روحك النادي الأهلي وده طبعا يعني هتبقى هتبقى إسراء كبير للنادي الأهلي قال لي مين قالت له مين قال أنا قالولي قريبه هنا والدته طبعا الحجة رضا كلمته بتاعه النجارات كلها أن الخطيب قاعد معاه لمدة ساعة في أحد الغرف أحد الغرف المغلقة في فندق اللعبين فقال لي أقسم بالله العصيم أنا لما قابلت كابتن الخطيب لا في غرفة مغلقة ولا في صالة مفتوحة ولم أقابله في الدوحة ولا قطر إطلاقا ولم أقابل محمود الخطيب في حياتي إلا مرتين مرة أنا داخل فندق وهو خارج حد نبال حد إزاك إزاك عامل إيه عامل ومشي المرة الثانية بعد ما كسبنا كأس الأوم الأفريقية 2008 هناني على الجول اللي جبته في الكاميرون الثاني وعلى الباصة اللي بصتها لأبو تريكا في الكاميرون برضو قال المرتين في حياتي اللي قابلت فيه محمود الخطيب غير كده من 2008 للنهاردة لم أقابله وكل ما كتب لا أساسها لهم من الصحة وكل ما كتب لا أساسها لهم من الصحة المرة دي بقى لازم نشكر أستاذ محمود معروف إحنا ساعة ما بنختلف معاه في الرأي بنقول لكن المرة دي الرجل ذكر وقال وفي قسم اتقال قدامه نقله بمتصط وكلام ما حصلش وعلى فكرة نفس الكلام قاله الأستاذ حسن خلف الله قبل كده في قناة الأهلي وكتبه إيه زيدان موقف يخص زيدان يعني الحوار كان من جانب باستمرار كابتن محمد زيدان لم يحدث أن أحد تفاوض مع كابتن محمد زيدان حتى الآن لأنه زي ما قلنا ما زال مرتبط بلا في القضية دي يعني أنا يهمني أقول لك كريم حسن شحاتة يا أستاذ كريم كان الأقدر بيك تسأل والدك كابتن حسن شحاتة كان موجود لأنه كابتن محمود معروف استشهد به أنه قالك زيدان قال لي ده وحلف لي في وجود كابتن حسن وكابتن أحمد سليمان فإحنا يعني ما بنستشهدش بحد غريب عليك بنستشهد بالكابتن حسن شحاتة والكابتن أحمد سليمان هل في صعوبة أن أنت تسأل الكابتن حسن شحاتة على اللي قاله الأستاذ محمود معروف بدلما تتهم النادي الأهلي أنه نائب رئيسه كابتن محمود الخطيب راح يحل المباراة فبيخترق معسكر المنتخب عشان يجتمع مع زيدان عشان يتعاقد معه للنادي الأهلي زي ما أنت قلت أعتقد مش صعب عليك يا كريم تسأل الكابتن حسن شحاتة على الوقع اللي أقسم عليها بالعظيم الأستاذ محمود معروف هو ما حصلتش وبعدين كابتن زيدان طلع قال أنا باتفق مع النادي بتاعي أنا أمش آخر مرة شفت الخطيب في 2008 آخر مقابلة تم الدنيا خلاص ما هو بعد شهادة الأستاذ محمود معروف والقسم اللازقيلة على الهواء مش محتاجين لتكلم يعني وموضوع زيدان بمفهوش أي مفيش هو الراجل قال أنا حتفق مع النادي بتاعي بدل ما أمشي آخر السنة أمشي في يناير لسه ما اتفقش والأمر لسه لم يطرح وبعدين كمل على فكرة وقال يا ريت أنا أولواتي أكمل في الاحتراف الخارجي لكن لو رجعت مصر نفس ألعب فيه آه أميل إن أنا ألعب في النادي الأهدي هل ده معنا ده لسه فيه كذا قرار مااخدهمش الكابتن زيدان في هذا الشأن حيمشي في يناير وحيكمل احتراف برة ولا عايز يرجع لسه الأمور دي ماينفعش الكلام فيه دلوقتي أتمنى أن يكون وضح الأمر في هذا الزبح وهذا الضم والخطف والجد والوهم كمان وهم كلها قصص وهم وبنبني عليها ونبقى في منطه القوى واحنا بناجم لكن ما محدش بيحاول يستجل الحقيقة قبل تبادل الاتهامات للأسف محدش حريص على استجلاء الحقيقة لكن احنا هنطلع معاكم الفاصل أو قبل الفاصل